السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انفجار الأكبر حوض مائي في العالم وزلزال راح ضحياه أكثر من 600 شخص هذا ما سنتبعه معكم إن شاء الله من مشاهد وأخبار لكن في البداية لا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى دعم هذا المقطع بالإعجاب وإذا أردت متابعة ما يحدث في هذا العالم فاشترك معنا في هذه القناة ليصلك الخبر موثقا من مصدره وتعالوا في البداية إلى هذا الخبر والذي ننقله لكم من ألمانيا وهو نقلا عن كثير من المواقع الإخبارية منها موقع صحيفة الشرق الأوسط وغيرها من المواقع الإخبارية فقد انفجر حوض مائي للأسماك يبلغ ارتفاعه 12 مترا في أحد فنادق العاصمة الألمانية برلين الفخمة مما أدى إلى تدفق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها ووقوع جريحين وتوصف المواقع الإخبارية التي تناول هذا الخبر بأنه أكبر حوض أسطواني في العالم وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب ما تزال غير معروفة حتى الآن بحسب الشرطة وعناصر الإنقاذ وفضلا عن الأضرار الناجمة عن تصرب المياه فقد أوقع الانفجار جريحين أصيب بشضايا ونقل إلى المستشفى للمعالجة وأوضح ناطق باسم فرق الإنقاذ أن المياه والأسماك تدفقت في الطابق الأرضي فيما جرى إخلاء الفندق بالكامل وحضر إلى المكان الحادثة بصورة عاجلة نحو مات عنصر إغاثة واستخدمت الشرطة الكلاب للبحث عن أشخاص يحتمل أنهم كانوا تحت الأنقاذ ومن هذا الخبر تعالى ولننتقل إلى خبر آخر وهو نقلا عن موقع بوابة فيتو كما تشاهدون الخبر الآن فقد ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الإندونسية الشهر الماضي بالمئات لتصل إلى 600 شخص تم الإعلان عنها اليوم حسب ما أعلن المسؤولون في الإدارة المحلية اليوم الجمعة وذلك بعد أن تحققت السلطات من الخسائر البشرية غير المسجلة في البلد والتي أصيبت بأسواء الأضرار وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 5.6 بلدة سيانجور في إقليم جاوة الغربية الأكثر تعدادا للسكان في الواحد والعشرين من شهر نوفمبر الماضي وقد لقي غالبية الضحايا حتفهم في انهيار مباني وانزلقات طربية وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية لبلدة سيانجور لوكالة فرانسيبرس إن الحصيرة الجديدة التي ارتفعت من 334 قتيلا إلى 600 قتيلا تستند إلى معطيات جمعت من الأهالي في مختلف أنحاء البلدة وأوضح أن العديد من الأهالي صارعوا إلى دفن ضحاياهم بعد الكارثة بدون إبلاغ السلطات عن الوفيات وقال إذا توفى أحد الأشخاص غالبا ما يقوم الأهالي بدفنه على الفور وبسبب حالة الضعر فإن الذين ماتوا دفنهم أقاربهم على الفور من دون إبلاغ وكالة الصحة المحلية في النهاية نسأل الله أن يرحم الموتى ونسأل الله السلامة للجميع ولا تنسى الاشتراك في القناة لتتمكن